النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند الرئيس السيسي رحب جدا بالسلطان مفضل سيف الدين كضيف عزيز على مصر فخامة الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية ما بين مصر وما بين طائفة البهرة وثمن الدور المقدر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت رضي الله عنهم وأرضهم جميعا وعدد من المساجد المصرية التاريخية خصوصا كمان الأنشطة الخيرية المتنوعة اللي بتقوم بيها الطائفة في مصر وبتدعمها وده بالمناسبة اللي بيتكامل مع جهود الدولة من ناحية لتحقيق التنمية وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية الساحرة بامتياز واستعادة إبراز الطابع الحضاري الأصيل طيب من جانبه أعرب سلطان البهرة عن تقديره البالغ لمصر وثمن على ما تتمتع به مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتح السيسي من تعزيز لقيم المواطنة على أسس التسامح الديني والتعايش السلمي وإنه ده يكفل للجميع مناخ مستقر للسلام الاجتماعي وأشاد بإيمان الرئيس بأهمية الحوار ما بين كافة شعوب العالم في مختلف المداهب والأعراق ومفتاح مصر على كل الأديان والطواقف والشرائع مش أنا كنت بقول لك مصر للإنسانية بالكامل لازم تبقى فاهم ده كويس مصر للكل للكل عشان كده مصر أم الكل المهم استناداً وده الكلام يعود مرة تانية لسلطان البهرة إنه كل ده استناداً لتاريخ مصر العظيم وشعبها العريق وحضرتها الفريدة والفهم الصحيح للدين وخدالك للدين كله كمان أشاد سلطان البهرة بما يلمسه تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من تقدم مستمر في مصر وبالإنجازات التنموية اللي تحققت واللي لسه بتتحقق في مختلف المجالات بالإضافة لدور مصر شديد الفاعلية سأزا كان بقى على الساحة الدولية والساحة الإقليمية العربية وبالتأكيد فيه إفريقيا ودعمها لقضايا العالم الإسلامي بكامله أعرب سلطان البهرة عن صادق دعواته للشعب المصري بدوام الأمن والاستقرار والتقدم طيب وإيه كمان؟ شوف بقى هنا التأدير والحفاوة فخامة الرئيس منح السلطان مفضل لسيف الدين سلطان البهرة وشاح النيل وده لتأديره لجهود السلطان المفضل المتوصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتبعية أرجع تاني وأقولك هي مصر بتاعتنا كلنا مش بتاعة ناس وناس ولا بتاعة الأهل والعشيرة ولا بتاعة الطيفة دي والطيفة دي لأ ولا بتاعة الشريعة دي والشريعة دي لأ واللي علمك كده ظلمك صحح المفاهيم